الهيكل الخلوي الأنابيب الدقيقة تعتبر الخلية الحيوانية والخلية النباتية الوحدة البنائية لجسم كل من الحيوان والنبات ونظرا لأنهما الوحدة البنائية فهذا يعني أنهما متكاملة التركيب ويحتويان على ما يوفر لهما الدعم والحماية والبقاء وهو ما اكتشفه العلماء وأسموه بالهيكل الخلوي والذي يوجد في السيتوبلازم الخاص بكل خلية فالسيتوبلازم هو المكون الأساسي الذي يملأ كل خلية والذي يمثل خمسة وخمسين بالمئة من حجم الخلية وهذا يعني أن الهيكل الخلوي يعتبر أحد العضيات الموجودة داخل كل خلية فمما يتكون الهيكل الخلوي تركيب الهيكل الخلوي ذكرنا أن الهيكل الخلوي هو الدعامة أو الهيكل الذي يدعم الخلية والذي يتكون من البروتين والذي يشكل بنية حركية تحافظ على شكل الخلية ويلعب دورا أساسيا في النقل والحركة داخل الخلية وله دور في حركة الخلية نفسها وتكون الهيكل الخلوي من الخيوط الدقيقة أو خيوط الأكتن والأنابيب الدقيقة والخيوط البينية فهيا لنتعرف على الأنابيب الدقيقة تتألف الأنابيب الدقيقة من أنواع مختلفة من البروتينات وتوجد بصورة سابحة في سيتوبلازم الخلايا تكون الأنابيب الدقيقة التركيب الأساسي للعديد من الأجزاء مثل الأهداب والأسوات في الكائنات الخلوية وتلعب دورا أيضا في القسام الخلية كما أن لها دورا في حركة العضيات داخل الخلية وحركة الحويصلات فهي أنابيب مجوفة تتكون من أنواع مختلفة من البروتين ترجمة نانسي قنقر